ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهم صحابة يقول لهم اجتنبوا السبع المبيقات اجتنبوا السبع المبيقات قال وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل نفس اللي تحرم الله الى بالحق واكل الربا واكل ما لا يدهيم والتولي ومزح وقال في المحصنة في المؤنات الغافلات بعض الناس لو قلت لس شركة شركة عفوا انت شايفنا هنا مشركين حتى تقول لنا الشركة شركة يعتدون على ذلك حصل يا نفس اتكلمت في مجلس امام مسجد فقال ليش عفوا عفوا شايف مشركين شرك شرك فاجبتوا بماذا قلت صحابة ما كانوا مشركين والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لهم اجتنبوا سبع المبيقات يعني كونوا في جانب والشرك في جانب ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء وامام الحنفاء الذي حطم الاصنام كان يقول في دعاء ماذا واجنبني وبنية ان نعبد الاصنام هم حطب الاصنام وقام التوحيد وادعي عليه فلماذ يقولوا اجنبني وبنية ان اعبد الاصنام قالوا من يأمن على نفسي بعد ابراهيم فالمسلم لا اذا سمع ايات الوعيد او النهي عن الفواحش او القتل ما حرم الله القتل بغير حق مما حرم الله ولا السحر قال انا لست معنيا بذلك بل فليكن على حذر ما حذر الله وما ذكر هذا الا لنحذر الا لنحذر فلما امر الله بعبادتي نهى عن الشركة ايضا فقال واعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وقال ايش وقال جل وعلا في الفواحش قال الله عز وجل قل تعالوا اتنم حرم ربك عليكم اللا تشركوا بي شيئا وبالوادة احسانا ولا تغتبوا اللذاتكم املاقا نحن نرزقكم وياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فلابد ان نعرف هذا جيدا ونتنبه ولذلك قال بعض العلم من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود عنده علم ويفسد قال ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى حفظوها قال السفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى يقول وفي الآية تحذير للمسلم من ترك العمل بلا علم لألا يشابه اليهود المغضوب عليهم ومن العمل على جهل وبدون علم لألا يشابه النصارى قال النصارى منهم الضالون ومن العمل بلا علمائنا